أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة ما هي الأدلة على وجود الله ضيف الحلقة ما هواش ضيف هو معروف لدى الكاثرين هو صاحب مكان صديق غالي عزيز على قلبي أنا كمان وأيضاً بتعلم منه كتير بصراحة واستفادت من الحلقات الماضية بحب أقدم لكم دكتور ناجي اسكندر زميل الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا أهلاً وسهلاً دكتور ناجي أهلاً يا سيس نزار أنا بسعد جداً باللقاء معاك وبالحديث معاك في البرامج الرائعة عليك النور ربني باركك وفعلاً أنا من الحلقات اللي مضت كان لنا حلقات عن الفلك وعن آدم إلى آخره وكانت باركة لإلي أنا شخصياً واستفدت كتير ولكن هذا الموضوع يعتبر الحط يعني الموضوع الساخن في هذه الأيام رغم أنه استغربت أنا عم بقرأ يعني كده مقال والإحصائيات أنه أغلبية العالم أكثر من 80% من العالم يؤمن بوجود الله ويمكن في نسبة اللي هي تبقى متشككة بين يعني تؤمن أو لا تؤمن ولكن أقلية التي لا تؤمن أو نسميها ملحدين في وجود الله ومستغرب أنه صوتهم عالي جداً وهم المؤثرين على المجتمع ليه؟ تمام لأنه للأسف هم المسكين الميديا ولأنهم عايزين يعيشوا حياتهم بعيدة عن الله علشان يعملوا اللي هم عايزينه لأن وجود الله بيعني أنه في وجود خالق وأنا مسؤول قدامه وأن أنا أحاسب قدامه فالناس أسهل لها تقول هو مش موجود فيعملوا اللي هم عايزينه بس لو الله طلع من المعادلة هيكون الحياة ملهاش معنا خالص بنتولد ونعيش نعمل اللي احنا عايزينه ما فيش قوانين خالص ونموت وتنتهي القصة على كده ده مش فكرة الله لأنه وضع الأبدية في قلوبهم نعم فالله حط سورته جوا كل شخص في العالم والسورة دي تشوهت بعد الخطيئة عن الله واحتجنا إلى سورة الله الغير المنظور أن الرب يسوع يأتي عشان الكلمة يصير جسداً ويحل بيننا فنعرف مين هو الله يعني الغريب في الموضوع أنه إحنا اللي منحاول نثبت وجود الله بينما على النقيد لازم هم يثبتوا عدم وجود الله لأنه عندي إحساس بلاش الإحساس يمكن الناس تحبش الكلمة ولكن الله بيستخدم مشاعرنا كمان طبعا أنه في داخل الإنسان يعني فيه هيك شيء خفي فيه صوت فيه ضمير فيه شيء معين اللي حتى هو بيتكلم على الموضوع دائما موضوع وجود الله فيه إشي في داخل الإنسان اللي بيشده لأله وبيشد الإنسان لعدالة الله يعني في كتير أسئلة صعب أنك تطبقها أو تعرف عنها بدون إله في هذا العالم بالتأكيد لأنه لو ما كانش فيه إله في العالم مفيش قوانين فالعالم هيبقى كايوتيك فهواش ليس تركيبة معينة وكل الدنيا هضبوز أخلاقيا وحتى في الفيزياء والعلم لو ما فيش قوانين الدنيا كلها تعقف بعضها اشتركوا في القناة